مع أوكرانيا أم عليها قياساً بالمواقف لا يمكن تحديد موقع دول حلف شمال الأطلسي بشكل دقيق في تصريحات معها وفي الأفعال ضد ذلك مع ذلك مثلاً رفض أعضاء في حلف الناتو اليوم طلب أوكرانيا بفرض حضر طيران على المقاتلات الروسية حجتهم في ذلك أن أي تدخل مباشر من شأنه أن يقود إلى حرب أوروبية أوسع نطاقاً وأشد وحشية متفقين مع غالبية الدول الأعضاء قال أمين عم الناتو أنهم ليسوا جزءاً من الصراع والمسؤولية تقتضي أن لا يمتد خارج أوكرانيا ويعد حضر الطيران هو أهم أشكال العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن بعد تصويت أغلبية الأعضاء والغاية من حضر الطيران هو حماية المنطقة المحظورة ومنع الطائرات من شن هجمات جوية عليها والقصف كذلك كما يمكن إطلاق النار على الطائرات في حال دخولها المنطقة ومع قصف روسيا للمدن واقتراب القتال من أكبر محطة نووية في أوروبا دعا الرئيس الأوكراني القوى الغربية إلى فرض حضر طيران في بلاده وفوق أجوائها وفي منظور الحلف أن فرض حضر الطيران سينتهي بدول حلف الناتو إلى وضع قد يفضي إلى حرب شاملة في أوروبا وتنطوي على معاناة أكبر بكثير ويبدو تحقيق الطلب الأوكراني بعيد المنال ذلك أن الطريقة الوحيدة لفرض حضر طيران هي إسقاط الطائرات الروسية وهو ما لا يريده الناتو وبالإجماع اتفق الحلفاء على وجوب أن لا تكون هناك طائرات للحلف في المجال الجوي الأوكراني أو قوات له على الأراضي الأوكرانية واقتصر دعم الناتو على إرسال ألاف الجنود إلى شرق أوروبا لتعزيز الجناح الشرقي للحلف الأقرب إلى روسيا وبعض الأسلحة لأوكرانيا لتدافع عن نفسها